بسم الله الرحمن الرحيم اقتضت حكمة الله تعالى ومشيئته أن لكل شيء بداية لا بد له من نهاية ها هو رمضان قد أوشك على الرحيل وإن لكل مقيم في هذه الدنيا ارتحالة وإن لكل موجود زوالة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الدورة الرمضانية التي عشناها يحالة الاستنفار الإيماني والعبادي التي أعلنها الصائمون والصائمات حيث عشنا حياة خاصة في العبادة والطاعة وارتقى فيها الصائمون إلى مستويات متقدمة وارتفع مستوى الإيمان والإلكزام عندهم وزاد رصيدهم من الخيرات والحسنات والطاعة أيها الأعزاء ما أريد أن أقوله ونحن نودع شهر رمضان المبارك وأن يقف كل منا مع نفسه متأملا فاحصا ومتفكرا متذكرا مراجعا دارسا وهو خارج من هذه الدورة الإيمانية العبادية ويمكن لي في هذه العجالة أن أذكر في بعض الدرس الضرورية لنستمر في تذكرها واستحضارها وأدائها أولا تعلمنا في مدرسة رمضان أهمية المجاهدة والاجتهاد حيث نجاهد أنفسنا لتستقيم وتثبت على طاعة الله وتقبل على النوافل وتبتعد عن الحرام ونجتهد في إحسان العمل والاتصال بالله كما تعلمنا في مدرسة رمضان أهمية اغتنام الوقت وحسن برمجته والتخطيط له وقضاء ساعاته ودقائقه فيما يفيد وينفى وماذا تعلمنا أيضا في هذه المدرسة؟ لقد تعلمنا في مدرسة رمضان أهمية ضبط الحواس وتوجيهها ومراقبة عملها وأدائها في السمع والبصر واللسان وفي الفكر والنفس وفي ضرورة الانضباط السلوكي الاجتماعي والتعامل مع الآخرين بالحلم والأنات وسعة الصدر وحسن الخلق كما تعلمنا في هذه المدرسة في مدرسة رمضان تعلمنا لذة الحياة في ظلال القرآن في الاستمتاع بالحياة مع القرآن والسعادة بقضاء الساعات في تلاوته وحفظه وتدبره وتعلمنا أيضا أيها الأعزاء في مدرسة رمضان فضل ارتياد المساجد وفي أهمية الصلاة الجماعة فيها وأثر الصلاة الفجر فيها بالذات ليكون هذا برنامجا لنا بعد شهر رمضان وماذا تعلمنا أيضا في هذه المدرسة؟ تعلمنا الكثير تعلمنا في مدرسة رمضان فضل الاستيقاظ وقت السحر وفي أداء صلاة التهجد ولذة الذكر وتضرع والاستغفار بالأسحار تعلمنا في مدرسة رمضان فضل العلم والتعلم بما سمعناه من الدروس والعظات وما تلقيناه من العلماء والدعاة والمربين والمرشدين تعلمنا الكثير في هذه المدرسة في مدرسة رمضان تعلمنا الارتباط الوثيق بين الإسلام والقرآن والجهاد وفي أصالة ومكانة الجهاد والمواجهة في ديننا لنقوف أمام الأعداء الطامعين فينا نعم أيها الأعزاء كما تعلمنا في هذه المدرسة في مدرسة رمضان أن نستعلي على ضعفنا وكسلنا وتراخينا وأن نصبر على جراحنا وألامنا وأن نتخلى عن إحباطنا ويأسنا وأن نتحول إلى الأمل واليقين والإيجابية والثبات والثقة بأن المستقبل لهذا الدين وأن الهزيمة للكافرين يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات هل ننسى هذه الدروس الضرورية بعد انتهاء هذه الدورة الرمضانية؟ هل نتخلى عن هذه المكاسب التي جنيناها من رمضان؟ لا أظن أن بصيرا متوسما يفعل ذلك من ذاق طعم الإيمان وحلاوة العبادة لا يرجع عنه بعد رمضان هذه بعض المعاني الإيمانية التي عشناها لذلك ينبغي أن نحافظ عليها وأن لا نتركها يا أيها الأعزاء وديعة رمضان بل ودائعه غالية عزيزة علينا فإذا افتقدتك بيوت الله وصلاة الجماعة وكتاب الله والبذل والصدقات من فعل هذا كان مفرطا بوديعة رمضان فهل نحفظ في وداعه ودائعه؟ نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا هذا العام أن لا يجعل هذا العام آخر عهدنا برمضان وأن يعود علينا رمضان في السنة القادمة والمسلمون بدينهم متمسكون وبشرع الله عاملون ولكتابه حافظون إخواني أخواتي أخيرا هل لا ترك رمضانا؟ وهو راضا عننا أم رحل وهو يبكي حسرة علينا وعلى أحوالنا؟ اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان ووفقتنا وأعنتنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه آناء ليله وأطراف نهاره اللهم أحسن لنا الختام اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعله شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعلنا فيه منع تقائك من النار اللهم نسألك لا يخرج هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا جميعا وطهرت قلوبنا وزكيت نفوسنا واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته